اشتركوا في القناة تعزيز التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والدور البارز الذي يطلع به مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في المتابعة المستمرة لتنفيذ مختلف المشاريع وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتي تساهم في تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات بلدية وخدمية ذات جودة عالية مشددا على حرص الوزارة لتعزيز التنمية الحضارية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية بالتوسع في المشروعات التي تكفل زيادة الرقعة الخضراء وتطوير البنى التحتية للمتنزهات وأشار الوزير المبارك إلى أن الوزارة وضعت خطة لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في الدائرة التاسعة بمنطقة سترة وضواحيها ومنها مشروع تطوير سوق سترة المركزي كما كشف عن إنشاء حديقتين جديدتين وإنشاء ملعب رياضية ومشروع الواجهة البحرية في قرية العكر من جانبها كدى وزير الأشغال أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجيتها والتي تتضمن مجموعة من مشاريع تطوير البنية التحتية التي تواكب التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده المملكة موضحا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع خدمات الصرف الصحي إضافة لمشاريع الطرق التي تخدم تحسين الحركة المرورية وزيادة سيابيتها على شبكة الطرق إلى جانب تطوير منظومة تصريف مياه الأمطار واستعرض وزير الأشغال عددا من المشاريع لخدمة مدينة شرق سترة الإسكانية والتي تشمل توفير منافذ للمدينة من خلال إنشاء شارع شرق سترة بالإضافة إلى تطوير شارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح وتطوير شارع رقم واحد إضافة إلى تنفيذ مشروع الخط الرئيسي للصرف الصحي لخدمة المدينة الإسكانية ومشروع إنشاء خط مياه الصرف الصحي لمعالجة خدمة جزيرة شرق سترة